بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم بطلبة صف الثاني الثانوي ومعادنا النهاردة مع أول مراجعة خاصة باليونتس عندنا مراجعة على يونت 1 أتمنى أنه تكونوا راجعتوا يونت 1 عشان نبتد نراجع وتستفيد من المراجعة نبدأ مع بعض ايه تشوز أول حاجة بيقولك هاف جون وينت هات جون ويرجين مهم عادة ما بنروحش أجازة أبرود بره البلد بكعمل على ستير ماضي يبقى ايه واحد يقولي عطول ما كل دول ماضي يا مستر معادة اللي هي هاف جون مدارع تام فبتكلم عليه الستير دي خاصة بزمن الماضي البسيط فين الماضي البسيط عندك اللي هو كيمة ايه بس هي القاعدة بتبقى معروفة أنا بتكلم على حاجة دولها الماضي يبقى جيب الفعل في الماضي لو كيمة ايه كيمة وينت ماشي؟ طبعا لو انت بتقولي بقى طب ليه ما جيبش هات جون ويرجين بقى انت ما درستش او ما خدتش بالك من القواعد اكيد animals, plants, cells, stones طيب animals حيوانات plants, نباتات, cells, خلايا stones, احجار بقى لك كل الكائنات الحية are made up of مصنوعة من مكونة من tiny tiny حاجة صغيرة جدا tiny ايه هال animals يعني كل الكائنات اللي هي الصغيرة مكونة منها حاجات صغيرة او اللي هي تعتبر ايه اقل حاجة اللي هي cells طبعا لها ايه الخلايا تمام don't have to must, mustn't, shouldn't طيب it's not necessary اهي not مش ضروري for you انكتباي تشتري so many things حاجات كتير يبقى معناها ايه لازم تشتريهم ولا مش لازم بقولك it's not necessary يبقى ايه don't have to مش كده طب ليه مش shouldn't ليه مش mustn't طبعا انت خدت برضو القاعدة نرجعها كده سريع انا بكلم على ايه مش مضطر مش لازم ايه ايه انتخابات اه fiction روايات inflation تضخم طيب it's known حاجة معروفة ان اللي هي hygiene strict اللي هي صارم hygiene نظام نظام صحي او الصحة الشخصية اه will limit the risk حتحد او تقلل من risk of اللي هي خطر ال infection ولا election واللي طبعا يتكلم على خاصة بالصحة يبقى بالتالي يتكلم عليه على ال infection اللي هو ايه العدوى تقلل من خطر العدوى تمام it's illegal عندنا الاول needn't or don't have to الحاجة دي احنا قلناها it's illegal illegal غير قانوني انك smoke تدخن في public places الاماكن العامة معناها illegal ممنوع يعني don't او needn't don't have to shouldn't mustn't بتكلم على ايه حاجة قانونية بالتالي ايه you mustn't do that المفروض انت ايه ما تعملش هذا الكلام تمام رقم 6 عندنا كيمة several عديد severe شديد had chronic حاجة خاصة بالنحية القلبية و safe من what a pity يا لها من شفقة يا خسارة معناها كده what a pity we have lots of graduates عندنا خرجين كثيرين but we have a shortage of technicians عندنا ايه بقى ايه بقى هنا العكس على طول هل several ولا severe ولا chronic ولا safe shortage نقص في التكنيشنز الفنيين طبعا عندنا ايه بنقول خرجين كثيرين لكن بالعكس بقى وطول عندنا ايه ها قلة في التكنيشنز هنزيبها ايه ها تعتبر ايه severe shortage severe law ها نقص حاد طيب need برضو نفس الكلام according to تبقى لل law القانون in some countries في بعض الدول people pay الناس بتدفع او ما بتدفعش ها for the rubbish على القمامة they throw away اللي بيرموها في اي مكان فبالتالي الناس ايه ها برا ها تبقى للقانون في بعض الدول الناس ايه needn't مش محتاجة تدفع don't have to نفس المعنى have to يجب ولا mustn't لا يجب طبعا هنا ايه ها اكيد have to تمام كده number 8 عندنا acted تصرف سلك reassured اكد على relied اعتمد لازم ارها on reacted استجاب او عمل رد فعل but when his boss fired him لما الرئيس بتاعه فصله من الشغل he angrily بغضب to his abusive decision القرار التعسفي هي عمل ايه طبعا ايه تصرف اكيد هي سلك او ايه تصرف هل acted ولا reacted طبعا ايه رد فعل لان فيه فعل حصل لهو a firing وبعدين انت بترد بالفعل او بتستجيب او بتتال ايه angrily تمام هي acted طبعا بيجي وراها تو صح وreacted نفس الكلام فبالتالي بجيب المعنى الصحيح بتاعه need and to must to have to mustn't you use plastic bags شو not plastic from the supermarket ماشي المفروض تستخدم المفروض ما تستخدم you can use your own ممكن تستخدم ايه اللي هي الخاصة بيك يعني الشنطة الخاصة بيك فبالتالي انت مش لازم تستخدم لاني ممكن تستخدم ايه حاجة تانية فعندك need and ممكن و mustn't فبتكلم على ايه ده مش قانون فبالتالي you need انت اكيد مش محتاج ان انت تستخدم لاني ممكن تستخدم ايه الحاجة الخاصة بيك safe good injured upset ومعنى محبط مصاب متعور و upset لو ايه محبط طي شيء محزن هذه الحادثة سابت ثلاثة او تركت خلفها ثلاثة من الاشخاص severely بشكل حاد بشكل سيء طبعا ايه اكيد فيها injury injury هي الاصابة بتشعيل هم injured وصيبوا نفس الكلام must to have to you put that shirt تضع هذا الشirt in the washing machine اللي هو ايه في قسالة I know انا عارف it has to be dry cleaned هي لازم ان هي ايه تنظف او تتنشف يعني dry cleaned فبقول ايه you must you have to you mustn't you should فانا بقول لك ايه المفروض ان انت تحط الشيرت في ال washing machine فانت بتقول لك انا عارف لازم يتنظف يعني ايه بشكل ايه dry cleaned ولا مش لازم تحط هذا الشيرت فعندك كلهم يدلوا على ايه المفروض لكن هنا ايه الوحيدة اللي هي ايه تعتبر شازة فقول ايه you mustn't put that shirt تمام كده رقم 12 عندنا بوت وعندنا فوت وعندنا روت وعندنا بوست تمام the reduction in interest rate التقليل يعني فيه نسبة الربح او الفايدة المركبة taken recently اللي هي اخذت حديثا will give a further هتعطي حاجة زيادة to our economy للاقتصاد بتاعنا فبالتالي المفروض ايه هتسرع هتحسن ما معنى الكلام ده يعني طبعا لكن بوست اللي انتخذتها زي improve يعني هي بنفس معنى improve طيب needn't buy والحاجات دي هي بمعنى ايه لا يحتاج مش محتاج it wasn't اهي it wasn't necessary مش ضروري for him انه buy اجفت يشتري هدية but هديد ولكنه فعل he اجفت يعنيها بطريقة تانية تقولها نفس الجملة دي بس بطريقة تانية انه ما كانش المفروض انه هو ففي الماضي لازم يجيب كلمة ايه ما كانش محتاج انه فكلمة ما كانش محتاج عندنا ايه needn't و didn't have to تمام هو كان مش ضروري انه يشتري وبالتالي ما كانش محتاج يشتري في الماضي اجبها ازاي needn't have bought لو ايه لم يكن يحتاج ان يشتري قولي يا مستر طب ليه مش didn't have to buy هي have دايما يعني ايه يضطر ان او يجب عليه فاحنا دايما اخدناها لو ايه مش ضروري ما كانش محتاج هي بنقولها بالعربي ما كانش محتاج انه ففي الماضي بقولها بهذا الشكل needn't have تصريف ثالث ماجي و برضو اللي هو دايما يعني شاكك في الاجابات يرجع للقعدة لان الكلام دا كله فصلناه في القصة بتاعت الجرامر حتة بتاعت الجرامر نيجل الرقم اربعتاشر في عندك aids aids دي طبعا اربع كلمات مفروض هي ايه يعني دي الاختراب بتاعتها aids is a short form اهو بيقولك انه شكل مختصر اكوايرد مش عارف ايه deficiency syndrome ليه ايه اعراض المناعة المكتسبة فانا هي محفوظة كمة aids عشان ما تتلخبطش هي كمة ايه فانا اقولها ايه acquired a اللي هي بتاعت الا بعدين الا اي اللي هي اي immune بعدين deficiency اللي هي دي ماشي بعدين الاس اللي بتاعت ايه syndrome تمام خمستاشر عندنا it's forbidden ممنوع to take your bag into the bill دايما لما يقولك ممنوع غير مسموح مش عارف ايه على طول حتبص على كلمة ايه مش مضطر ايه ولا يقولك ان هو ممنوع يعني غير مسموح يعني المهم مش ممنوع ان انت تاخد الشنطة الى البلدن المبنائي ومعنى ايه بطريقة تانية take it into the building هل انت need بس مجرد مش محتاج ولا هوا بقولك ممنوع مش محتاج لا don't need مش محتاج نفس المعنى have to you have to لازم تاخدها ولا mustn't بتكلام على قانون او لوائح وبالتالي mustn't ما تاخدهاش عندنا virus وعندنا fire fish و straw unlucky السوق الحظ he has caught هو وصطاد كذا and now he is bedridden bedridden هي معنى ملازم للفراش فبالتالي هو ايه هي كوت تنفع استاد وتنفع هو اخذ اخذ فبالتالي ايه virus اصيب بي هي اصيب بي virus وبالتالي هو في elbid 17 concluding استنتاج او بيلخص supporting بيدع key مفتاح و introductory حاجة في المقدمة المهم حاجة من دول طب ايه او ان بعدين الكلمة sentence comes after a topic sentence ان هي sentence هي اللي بتيجي بعد topic sentence خاصة بالمقال او كتابة بتيجي بعد topic طبعا في المقدمة بعمل topic sentence وبعدين بعمل حاجة اسمها introductory هو ايه تقدمة للموضوع تمام كده رقم 18 كما داش period و bulk خدنا حاجة دقيقة another word يعني كلمة تانية بتساوي full stop لكلمة full stop لكلمة ايه ايه اللي بتساوي كلمة full stop هنا لكلمة ايه period في اللغات بتبقى period او full stop طيب an essay consists أو بيتكون من introduction ولا body ولا conclusion ولا all mentioned كل اللي هو اللي احنا ذكرنا طوانية اكيد هي all mentioned رقم 20 she swam like a fish هي عامد زي السمكة this this is ايه 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 دوتر متافور ولا simile ولا contrast ولا result يعني ايه دي حاجة خاصة بيه نازم يقول ايه البلاغة كده حاجة سمكة ولا تعتبر حاجة تعبيرية تخطي متافور وخطي simile تشبيه يعني contrast تناقض ولا result نتيجة اكيد هي متافور زي استعار يعني منقول ايه استعار تمام كده ده جزء الاول من المراجعة اللي هو تشوز خش على comprehension نرى comprehension مع بعض last month الشهر الماضي i paid a visit to my home village in upper Egypt لأيه بلدت يعني اللي هي في الصعيد a few miles سعتبر على بعض اميال away from Luxor من Luxor اللي هي البلدة بتاعته يعني من Luxor يعطى طبرة على بعض اميال i took the train خط القطار from Cairo station من محط مصر when i reached the village لما وصلت القرية وانتر the house دخلت المنزل my relatives were very happy طبعا القريبي كانوا سعداء جدا at the beginning في البداية i thought that they were happy because of my arrival اعتقدت النوم السعداء عشان وصولي it was their first newborn and its parents decided to give a special ceremony to mark the occasion لا ده كان ساعتها عندهم اول واحد التولد وكان والديهم قرروا انهم يعملوا احتفال خاص عشان mark the occasion يعني يعملوا مثلا يحتفلوا بهذه المناسبة all the relatives called الاقارب neighbors الجيران والfriends الاصدقاء were invited كانوا مدعوين the house was filled with كان المنزل مليء بالpeople of all ages ناس من كل الاعمار the tables were covered التربزات كانت مغطة بall kinds of food كل انواع الطعام and cold drinks ومشروبات باردة the children were given packets of sweets طبعا الاطفال اعطوا حلويات يعني كتير وكان شموع of different colors من الوان مختلفة the parents of the newborn الوالدين بتوع المولود الجديد received lots and lots of presents طبعا ايه هدايا كثيرة جدا most of which were gold ear rings معظمهم كانوا ايه حلان يعني جمع حلق gold ذهب each parent كل واحد من الابوين wished the newborn would be one day the most beautiful bride of his son كانوا دائما يعني كل واحد من الاباء كانوا بيتمنى من الناس الحاضرين يعني هي طعم بنت المولود بنت اللي انت عن فيها الآن وكده يعني كانوا بيتمنى ان تكون عروسة جميلة لابنهم الوالدين الوالدين بيتعرض بمولود الجديد البنت يعني كانوا فخرين ان مما قالوا ايه من ذي دول طبعا العروسة مش هتكون واحدة عادية when i came back لما نرجعت i was very happy انا كنت سعيد because i attended such a happy occasion ان حضرت مثل هذه المناسبة السعيدة خد بالك بس يا ام حاجة ان تبص عكم اذي هو معلم عليها يعني هنا ايه بيذكر من بيقولك the newborn's parents الولدين بتوع الابنة الجديدة were so proud فخرين انهما قالوا the bridegroom من هما اللي قالوا خد بالك من دي السؤال بيقول this was a كان ايه ceremony احتفال ايه wedding زفاف death وفا وليه birth ميلاد ولا victory الجديد was ايه كان boy ولا girl ولا نحن قلناها طبعا ايه girl تمام most of the presents مظم الهدايا received on this كانت ايه عبارة ايه silver gold iron copper طبعا ايه اكيد كانت gold all the attendance كل الحضور بتوع السيرموني كانوا of the same age نفس العمر women نساء بس men رجال بس of different ages من عمر المختلفة طبعا هي اكيد رقم d this ceremony takes place هذا حدث او هذا الاحتفال حدث in the writer's home village في القرية الخاصة بالكاتب كاتب القصة ديت in mansoora ولا damietta ولا zagazeg ولا upper egypt طبعا اكيد upper egypt who attended this ceremony من الحضر الاحتفال هل relatives الاصدقاء هل all mentioned كل المذكورين طبعا هي اكيد كل المذكورين اهي the underlying pronoun الضمير المذكور اللي هو محتوط تحته خط كيم ذي بيشير لمين هل relatives الاصدقاء parents الاباء ولا people ولا drinks بتكلم عن مين طبعا ان الناس قالوا ان العروس هداية هتكون غير مش عارف ايه مين اللي قال الكلام طبعا ايه people بصفة عامل هم اللي حضروا طب the parents of the newborn والدي البنت الجديدة were given lots of كانوا اعطوا كثيرا من المني ولا الفود ولا prices ولا gifts طبعا ايه اكيد ها gifts اللي هي الهدايا نفس معنا presents يعني تمام نخش على اخر حاجة التranslation اه قبل الاخيرة سوري التranslation choose هنختار الحاجة المناسب بجيبلك هنا ايه اربع ترجمات وهي هتترجم حاجة من دو يعني دي تعتبر ايه الترجمة مين منهم مناسب له هذه الترجمة بص كده without experiments بدون تجارب on mice على الميس اللي هي الفقران we would not have many of the medicines ما كناش هب عندنا medicines ادوية that we can safely use الي اللي احنا بنستخدمها نهارده بشكل امن انا قلتها بشكل ايه بدون التجارب على الكلاب بالسلامة بدون التجارب على الفقران نكمل لم يكن لدينا العديد من الادوية بطريقة صح كده طب بدون التجارب المعملية لم يكن لدينا الفيران هنا ما فيش برقم سي هي الا صح فاهم على طول بتسقط منك كلمة او حاجة فبالتالي خلاص بتركينها على جانب على طول طيب كن متسامحا مع الاخرين ولا تنس انك ايضا لك عيوبك واخطاؤك التي ينبغي ان تتجنبها حلوة اوي طبعا هي ايه منيلة متأكيد لو مش موجودة الاجابة مش تعرف تعملوها اصلا طيب متسامح with others don't forget ما تنساش defects عندك عيوب ومستيك واخطاء ما الشرد رأت طيب which should be avoided يجب تجنب يجب تجنبها طب be tolerant of others and never forget that you have defects and mistakes too which should be avoided طب مهي ماشي الفرق من دي بص كده be tolerant with others of others طبعا ايه اف لا ما نفعش لانيقول ايه tolerant دايما الصفة مع الصفة تيجي مع حكم ايه وذ يبقى اف طب be intolerant ما تكونش متسامح مع يبقى معنا غلط ب forgiving خليك ايه غفور او متسامح ماشي with others and never forget never forget من فعش لان never forget اقول ايه الفعل بتاعي never forget او اعتعمل كزا بالتالي هي رقم ايه رقم بالتالي طبعا هي ايه رقم رقم ايه تمام كده كده احنا اخذنا مراجعة اولى على unit one واللي مش مراجع هذا unit ترجع له تاني لو مش عارف توصله هعمل لك الحاجات دي تحت الفيديو او في اخر الفيديو ويريد ترجع لها عشان تراجع وتستفيد من المراجعة نراكم ان شاء الله في فيديو قادم وحتى زلك الحين اتمنى لكم وقتا سعيدا وممتعا